فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زاكي ومحمد الباكر وبالمناسبة جاء ذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية من ناحيتهم مجلس أمناء الحوار الوطني الحقيقة ثمنوا قرار فخامة الرئيس سواء في المضمون أو في التوقيت خد بالك سواء في المضمون أو في التوقيت وإن ده بيؤكد مجددا ودائما الثقة الكاملة في حرص فخامة الرئيس على توفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني وبالصورة اللي تتناسب مع دعوة فخامة الرئيس علشان نقدر نوصل لتوافق توافق حوالين إيه؟ توافق حوالين أولويات العمل الوطني في المرحلة الرهنة إن احنا كلنا نقدر نكسب المزيد من المساحات المشترك كلنا كأبناء وطن واحد لبناء مستقبل مبشر وأفضل لهذا الوطن بيان مجلس ومناء الحوار الحقيقة بيكملوا بيقولوا نحن نتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة واللي بتؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثبتة وراسخة طبيعة الحال لو حم الناس كنت متابع يعني اللي بيجرى وما إلى ذلك وصدق أو لا تصدق يعني ده حاجة متروكة لك أنا كنت متأكد متأكد من أنه حكمة الرئيس وبأمر ربنا سبحانه وتعالى تهديل مثل هذه القرارات شوف يا سادة الحوار الوطني هينجح هينجح الحوار الوطني هينجح هينجح المشاركين في الحوار الوطني كلهم أنا بقى في الحوار الوطني له أقولك أصل المعارضة وأصل المولاة ولا الحركة المدنية ولا مش الحركة المدنية كل المشاركين في الحوار الوطني عايزين وينجح كل المشاركين في الحوار الوطني واخدينه جد فما بالك بمن دعى لهذا الحوار الريس هينجح الحوار الوطني بالطول بالعرض الحوار الوطني هينجح طول الوقت أي حد في الدنيا في الدنيا مش بس في مصر بيراهن على عدم نجاح الحوار الوطني أنا بقولك من دلوقتي الرهان خسران الناس اللي موجودة جوالحوار الوطني هم مجموعة من السياسيين وغير السياسيين من الشخصيات العامة أيضا شديد الوطنية وقفين على نفس ذات المربع ألا وهو وطن واحد لكل المصريين بتتساوى فيه الواجبات والحقوق على الكل الكل يريد بناء جمهورية جديدة ولهذا الكل موجود في الحوار الوطني لهذه الجمهورية الجديدة يعلمون جيدا حجم التحديات اللي مصر بتوجهها خد بالك إحنا يعني هو شيء مش خافي على حد لما نيجي نمر بمرحلة من المراحل الاستقرار والهدوء والدنيا حوالينا تهدى ده معناها أن مصر تعلو وتسمو وتستمر في أنها تكبر ويتعظم الدور المصري شيئا فشيئا ومصر تاخد حقها الطبيعي على ظهر هذا الكوكب ومصر طول عمرها مهمة وحقها الطبيعي أنها تبقى أهم دولة موجودة على هذا الكوكب مش هقولك حتى من الأهم أهم دولة كويس طيب لكن لازم لازم عشان بس أنت طول الوقت مش عاوز تصدق أن في عكب يحصل في الدنيا وأن في عواصم لا تريد لهذا الوطن ولا تريد للقاهرة أنها تقف على رجلها تلت وامتلت عاوز القاهرة تطلع بحدود يبقى مصر ليها سقف ما تعديهوش لكن مصر الحقيقة خلال التسع سنين اللي فاتوا أثبتت للك كل أنها لا بتخاف ولا بتتهدد وأنه القرار وطني خالص لمصلحة جموع المصريين فلو الدنيا هدية حبتين في فلسطين يلا نشعلها لو الدنيا مش عارف هدية في السودان يلا نشعلها لو الدنيا هدية مش عارف يلا نشعلها ولازم تفضل تحوط مصر قدر استطاعتك بالأزمات وتحول تشغلها بأزمات ويا سلام سلم لو عرفت تجر رجل مصر أنها تخش حرب بالمرة لا الحقيقة أنه لا يوجد أحد بهذه السزاجة في هذا البطن والحمد لله والشكر لله أن من يحكمنا رجل هادئ حكيم جدا